سوريون عراقيون وأفغان غصت الساحات وصفحات التواصل الاجتماعي بأصواتهم ومنشوراتهم المتضامنة مع الشعب الأوكراني والرافضة للغزو الروسي لهم حيث الإنسانية لا تتجزأ خرج هؤلاء اللاجئون من جراء الحروب والتخاذر الدولي عن مساعدتهم خرجوا يرفضون الحرب الروسية التي شردت حتى الآن مئة الآلاف على الجانب الآخر يبدو أن وسائل أعلام كبرى ومراسليها سقطوا بقصد أو دون قصد في التمييز بين اللاجئين في استعراض استنكافهم على البرود الأوروبي تجاه اللاجئين الأوكرانيين الأوروبيين بصراحة تم هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا هؤلاء لاجئون من أوكرانيا المجاورة هؤلاء مسيحيون إنهم بيض إنهم مشابهون جدا للأشخاص الذين يعيشون في بولندا هذه ليست العراق وليست أفغانستان هذا بلد متحضر ودولة أوروبية هذا الشعب مثلنا ولا يجب أن يحدث فيه مثل هذا في بعض المواقف الرسمية الأوروبية تعود ذات الأسئلة لتتكرر عن الأسباب التي تدفع النائب عن حزب الشعب المحافظ في الدينمارك ماركوس كونث للمطالبة بفتح الأياد للاجئين الأوكرانيين بقدر التشدد برفض اللاجئين من أفريقيا في وقت تتكرر ذات العبارات من رئيس الوزراء البلغاري كيرل بيتكوف وإن كانت بصيغة مختلفة اللاجئون الأوكرانيون ليسوا من اللاجئين المسلمين الذين اعتدنا عليهم لذلك سنرحب بهم هؤلاء أوروبيون أذكياء ومتعلمون ولا يملكون ماضيا غامضا كأن يكونوا إرهابي أمام هذا كله يبدو أن تجاوز هذه المقارنات يبدو مستحيلا في ظل أن هؤلاء جميع اللاجئون يجمعهم قانون إنساني ودولي واحد وكأن الدعوة لإنقاذ أوكرانيا لا تكتمل إلا بهذه المقارنة في وقت تنسى بعض الدول مسؤوليتها عن إشعال الحروب كما تفعل روسيا اليوم في أوكرانيا وأدت إلى قتل الآلاف وتشريد الملايين عندما تغزو دولة أخرى ذات سيادة يجب أن تتوقع فرض عقوبات اقتصادية فهذه جريمة حرب